موسيقى مرحبا بكم متابعين في قناة كاليفورنيوم في الوقت الراهن تمتلك مصر نحو 26 مصنعا للصناعات العسكرية منها 9 تتبع هيئة العربية للتصنيع والباقي مملوكة لوزارة الانتاج الحربي وتتبع الوزارة مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية ويبلغ عدد العامل نفيتك المصانع نحو 40 ألف عامل وتتم عملية تطوير الأسلحة المصرية بالتعاون مع عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال كالولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وجنوب أفريقيا وفرنسا هذا في حين تركز صناعة العسكرية المصرية على إيفاء باحتياجات القوات المسلحة المصرية من الضخائر والمعدات العسكرية وقد تم استثمار نحو 4.8 مليار جنيه مصري في عمل البنية الأساسية لمصانع الانتاج الحربي وإعادة تدريب تأهيل الكوادر العاملة في المصانع الحربية من عامي 2016 و2011 واستطاعت هذه المصانع انتاج أنواع عديد من الطائرات العسكرية كالطائرة الهجومية الخفيفة ألفا جيت والطائرة التدريب كي ثمانيائي والطائرة التدريب توقانو بالإضافة إلى المروحية الهجومية الخفيفة إيروسباسيال غازيل والطائرة الهدفية سام واحد والطائرة التدريب الابتدائي جمهورية وفي عام 2013 ألنت هيئة العربية للتصنيع بدأت انتاج الطائرة الموجهة بدون طيار UAV بالتعاون مع الصين وانتجت مصر 59% من مكوناتها كما وقعت مصر في عام 2015 مع وزارة الدفاع الأمريكية عقدا للتعاون بين شركة BAA Systems واحدى المصانع العسكرية المصرية لبناء جهزة رادا للطائرات الشحنة العسكرية بالتعاون مع شركات التنسيقيين في الانتاج من أستراليا وكندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وفي مجال المدرعات والمدفعيات تتميز مصر بقدرة على الصناعة المحلية للمركبة المدرعة حيث باتت من الدول العربية الرائدة في الصناعة المدرعة المصرية المنشأ حيث تنتج مصر نحو 90% من الدبابة الأمريكية الأصل أبرامس M1 أي واحد بدعم مادي من المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر كما بدأت مصر بتحويل الدبابة M1 أي واحد إلى نسخة الأحداث M1 أي اثنان والدبابة النجدتي M8 أي اثنان هيركل في عام 2015 كما تنتج هذه المصارع أيضا أنواع مختلفة من المدفعية والأجهزة اللازمة لتشغيلها بالإضافة إلى ناقلة الجنود المدرعة فهد 140 والمدرعة القتالية فهد 240 والمدرعة قادر والعربة المصفحة ميرسيدس G320 وصيرت القتال الخفيفة طاجر والمركبة العسكرية تشيب TG3 والمركبة العسكرية G8 والمدرعة تمساح النسخة الأولية المدرعة تمساح واحد المطورة المدرعة تمساح الثاني المطورة والمدرعة بانثيرا T6 ومن جهة أخرى تقوم شركة المعادي بإنتاج الأسعاد الخفيفة مثل النسخة المصرية من بوندقية AK-47 وتتولى شركة الحلوان للآليات الميكانيكية والصناعات العسكرية المتخصصة إنتاج مدفع الهون خاصة بالجيش وقاذفة الصواريخ وتقوم شركة هليو بوليس المتخصصة بإنتاج رؤوس الحربية للصواريخ كما تنتج شركة بانها الجهزة للاتصال العسكرية هناك جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ويتبعه مصنع البطاريات والترسانة الأسكندرية ولجهة التأثير الاقتصادي نجحت مصر في الحصول على التكنولوجيا الجنابية عبر شراكتها مع شركات الدفاع الأجنبية وإنتاجتها المشتركة إلى توليد عقود تصدير لا تشأن تتضمن فوائد وأنظمة تعدل أهدافها لصالح الدول الأخرى كذلك ازدادت بشكل ملموس خلال عام 2014 طلبت نقل التكنولوجيا التي طورتها مصر لإنتاج الأسيحة الحديثة مما عاكس رؤية المصرية لجهة التوسيع صادرات الأسيحة التي تحتوي على التكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك بيعود دبابات المطورة من طراز M1 أي واحد للعراق ودخير للسعودية ودعم تقنيه لترسالة تركيا من صواريخ هوك مما أعطى ميزة تنفسية ضعفة مصر من خلالها جهودها لإبرام اتفاقية إنتاج المشتركة مع شركة الدفاع الأجنبية الأمر الذي لم يعلن فقط توفير فرص أفضل لصادرات المستقبلية بل أيضا الحصول على مداخل إلى التكنولوجيا الجديدة ومواقع تجارية محتملة في صناعة الأسكرية ضخمة فعلى سبيل المثال قدمت شركة الجنوب إفريقيا وشركة الأوروبية عروضا للهيئة العربية للتصنيع لإنتاج مركبة مدرعة سوديسية الدفاع كتطوير أعلى للمتع الفاد ذات قدرة محسنة منها القدرة البرمائية واشترطت الهيئة العربية للتصنيع على شركة تقديم النماذج من الممتجات في مصر ليتم تجربها وعرض قدرتها وفي حيل حازة القبول سيتم توقيع اتفاقية التصنيع المشترك الأمر الذي يعد هدفا للجانب المصري حيث تجري الدراسة الحالية في إدارة البحوث للهيئة العربية للتصنيع وفي فبراير 2011 عادت البحرية المصرية التفاوض حول عقد بقيمة 13 مليون دولار مع شركة سويفتشيب سبق عن وقعها في عام 2008 والنص العقد المعدل الذي زادت كلفته بنحو 20 مليون دولار للسفن الدورية الأربعة نفسها التي وردت في العقد الأصي على أن يشارك حوض المصري لبناء السفن في تجميع هذه السفن وإنتاجها وتضمن أيضا نقلة تكنولوجيا وبناء المشأة الجديدة واستراد المعدلات الجديدة وعقودا طويلة الأمد لقطع الغيار والتصيحات وتدريبا جديدا للعنصر البشرية في سبتمبر 2011 وقعت شركة التركيبية يونكاونوك جيفي اتفاقا مع مصر لصنع ست سفن مصلحة للتدخل السريع من تراز مر تي بي 20 للحوض البحري التابع للقوات المسلحة المصرية في الأسكندرية وبذلك تزايد في نهاية المطاف جاذبية صناعات العسكرية المصرية كشريك لشركة الدفاع الأجنبية وبذلك تتلخص أهم صناعات العسكرية المصرية في إنتاج خزنة الأسيحات الخفيفة الذخيرة الثقيلة مدافع الهون الألغام القلاب لليدوية وصواريخ المضادة للدبابات ومحركة الصواريخ والمسدسات ومن ضمنها ترخيص بصناعة المسدس بيريتا طائرة تدريب النفاثة ألفا جيت ومحركاتها طائرة تدريب المروحية التربينية توكانو طائرة تدريب الصينية الأصل كيثة مليئية وكذلك ناقلة الجند المدرعة معدة الاتصال الأرضية والجوية مروحية غازيل ومحركاتها رجمة الصواريخ الطائرة المقاتلة القاهرة 300 صواريخ RPG نسخة الفاتح واحد والفاتح اثنان مقصورة نقل المعدة العسكرية العملاقة أوشكوش المدفع المقصور عيار 155 مليمتر المدفع الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 مليمتر مدفع الميدان 130 مليمتر مركبة نقل الجلد القتالية المصرية SIFV ومدفع الهوتر 222 مليمترا ومصورة الدبابة T55 و T52 و T62 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر